احنا هنا هنتكلم ازاي هتعمل مانجمينت لل DVR بتاع هيك فيجن عن طريق الابليكيشن بتاعه اللي هو اي في ام. هنخلي بالي من حاجة يا جماعة ان انا ممكن طبع زي ما اتفقنا و زي ما شوفنا في فيديو قبل كده ان انا ممكن هتعامل مع DVR عن طريق بروزر. تمام? بس مشكلته لو انا عندي اكتر من DVR هتلاقي ان عندي شغل المانجمينت بتاعه هيبقى اصعب شوية. حيو برضو المشكلة عندي انا زي ما انتو شايفين باول هتحرك من DVR للتاني عن طريق بروزر فالعملية مش ايه مش عملية اوي يعني بالنسبة لي. وخصوصا لو عندي اكملية كاميراتي اهمة والدنيا عندي اهمة فالعملية بتبقى ايه مش centralized او. فهنا دوقتي حق في البروزر بتاعي. هلاقي عندي البرنامج بتاعنا بتاع هيك فيجن اسمه IVMS. ده هتلاقي اللينك بتاعه موجود مع الفيديو تحت. تمام؟ انا ممكن اقدر اعمل له دمو اللود. والبرنامج ده جماعة سواء كان ويندوز سواء كان على موبايل اندرويد. الماناجر انت بتاعه سهل جدا وبسيط. والدنيا بتاعتنا عملية جدا. انا دوقتي بس الطابو على الويندوز. طبعا وزر ده عاري جدا. الليسنز بتاعته. اكسبت. سألني انت عايت تشتغلي client ولا هتخزن كمان. لو بصينا هنا كده هنلاقي بيقول لي install. هختار client والstorage ان يخزن الفيديوهات عندي. بصوا size يا جماعة. بيقول لي هو client محتاج 390 ميجا عندك. على دوقتي انت شغال عليه. عايز storage هيزود معي حوالي 100 ميجا. اه لو هيسيف ال default بتاعه في ال C program files. تماما لو انا عايز اغير المكان. هقول له browse واختار المكان اللي انا عايزه. وحصل البوص اللي انا عايزه فين. انا هسيبه هنا عشان التست بتاعه هسيبه على ال C program files. بس طبعا لو انت هتخزن. طبعا لا يفضر او يستبعد جدا انت تسيف ال storage فين. على ال C عندك. فانا هنا هشتغل client بس هشوف الدنيا عندي عاملة ازاي. هقول له next. install. tool. الوزرد عادي حيبدأ اي set up. ال application عندي على c program files. حسب البوص اللي اخترته. خلص هول set up بتاعه. قال لك ايك. علي عايز تعمل. ماشي خليها. next. test. بوص يا جماعة. الوينتين بيكاب ده. لانا مش عايزه driver بتاعه. لانا مش عايز انا عايز ال application بس. فهقول له cancel. yes. finish. انا كده خلصت ال installation بتاعي. تمام. هنلاحظ ان حطيلي client بتاعه على ديسكتوبة. لو شغلت client. هل انت متاكد على ترنه وترعيه. هرن ال application. بعد ال application. ايها واحدة. اندخلت اعطي شاشة اللي قدامي دي. اول حاجة طبعا ما دخلني على help. انا مش عايز help. انا مش عايز help. حضرت اي حاجة ايه. قال لي هل انت ال application بتاعك دي جاهز. بس انت مش عايز لي فين ال DVRات اللي عندك. فحاجة هنا حقول له add. هديف DVR. هستميه مثلا DVR1. اي اس ما نعايزه. مجرد name. اهم حاجة ال IP بتاعه كام. ال port اللي هو شغل عليه ايه. default 8000. ال user name. لتاع DVR. ال admin اللي عليه ايه. وال password بتاعه. ال admin ايه. اللي على. ال DVR. وحقول له add. بوسوا هنا بيعمل لي حاجة اسمه export to group. يعني حيامل group يحط فيها الكام. دايه بنفس الاسمه. هل له A. هو دا انا نعايزه. هل له add. واستنى. هاشوف انا عمل لي ايه. مدام جاي بسرية ال number بتاع DVR. يبقى كده فعلا نتضاف. لو انا بصيت كده عالجروب. هلاين عندي. قال لي A. DVR اللي انت حطه. عليه. واحد اثنين ثلاث ثمن. كام. معايا. طب. هل اضيف device تاني. هقول له add. اسم التاني اللي انا عايزه. الاي بي التاني اللي انا هعرفه بتاع DVR التاني. ويوزر نيمور باسورد. هو جاي باخر يوزر نيمور باسورد ما كتبه لو هم هم وحاسبهم. لو فيها تغيير هكتب بتاعي. add. وهكزا عاد اضيف كل DVRات بتاعتي. لغاية لما اخلص الصغر بتاعي. تغيير بقى لو احنا كده في برنانة. تغيير بقى لو احنا كده في برنانة. تغيير بقى لو احنا كده في برنانة. تمام. هاجي كده DVRات بتاعتي. هبوسع الجروب. هلي عندي. كل DVRات بالقاميرات بتاعته. ده عليه. تمانية. ده عليه تمانية. ده عليه أربعة. تمام. كاميرات دي. لو دخلت على كونتور البانيل عندي. انا كنت في الديفايس منجمت. انا بتعمل مع الدفايس. هاقف لدفايس هي. رجعت كونتور البانيل. عندي حاجة اسمها من view. سألني. انت عايز تشوف انا وحاجة. عايز كاميرات تزول دمك على الشاشة. سأقول له مثلا تسعة. ادي تسعة كاميرات. طب بدون ترتيب بدون اي حاجة. انا عايز كاميرات واحدة. عايز اربعة. عايز ستاشر. زي ما تفعلنا حسب الكاميرات اللي عندي هدي. تمام. وعندي حاجة اسمها custom. custom دي. انا لحب ده ارتب الكاميرات عندي زي ما انا عايز. عندي تحت هنا. شايفين يا جماعة. شايفين يا جماعة. انا ممكن اقعلي تمانية واربعين شاشة. تمانية واربعين كاميرا. البنمج عندي. تمام. طب في custom معانا بابدأ. اقف. وهي ادي دي بي ار بتاعي. انت عايز الكاميرات اللي تتحط هنا. انه كاميرا. ومسلا تحدي دي بي ار وان. هدي ترتيب اهو بتاعها. وعايز مثلا كاميرا واحد من دي بي ار اثنين. مثلا. وكاميرا واحد من دي بي ار تريتا. حسب ما انا ايه. بلتب التطريب اللي انا عايز. وحط بابيت الكاميرات. بالمكان اللي انا عايزه. حسب التطريب اللي ريحني او التطريب اللي انا عايز. سأت سميها ايه. What do you ever think is this? اكونها مثلا. view on. ونسير. ظهرت فينا هة اهة. لو انا في اي وقت عدلت. رجعت اللي في one. بقي standard عندي موجود اللي انا اعمل. تمام? لو جيت عدلت على بي وان عملت اي حاجة اهي. واحاول له اصيب بس بقت كده. هي دي بي وان الجديدة. طيب ده في لايف فيو. طيب. ايه وقت في لايف فيو. هنبوس عندي حليه حاجة اسمها ريموت بلاي باك. ده يجيب لي حاجات المسجلة. ادي كامرا وان. تمام? عايز المتاريخ كام? عادي المتاريخ كزا. خلي بانا من حاجة انا منزلتش هنا جماعة. ده بيجيب الديات الموجود على دي بي وار. اختارها ايه. اقول له بلاي. هيجيب هاري. موجود اهي. تاريخ انا اختارته. لساعة كزا لساعة كزا. يوم كزا. هو 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 الموجود داخل. لو انا عايز من هنا قصة ام حاجة معينة. بابدأ اختار من هنا ايه? اسحب. تمام? طيب. دلوقتي اللي هو ده المعروض التسجيب بتاعي. افريد ده انا دلوقتي اهي. عايز اخلي الكامرا دي. هشوفها بالكامل. لاني هيسمها فلو سكرين. تمام? هلاقي عندي حاجة. عندي ضب كليكة عليها. بقتها كما دي الوحدة. طيب افريد انا في اكشة هنا عايز اخده دلوقتي. عايز اخد صورة مثلا. هلاقي عندي حاجة اسمها كبشا. كبشا اخد صورة قدامي دلوقتي. تمام? اهيه? زهر ايه? طب هنشوف دلوقتي اتحطت فين? طب ايف انا هتسجل فيديو? في حاجة من اتنين. اما انت هتعمل الوقت معي. فاقول له ايه الوقت. فبدأ يسجل معي. الوقت انا شاكل علينا. حاول له استوب. ادي كده خلص الريكورد اللي انا ايه تسجلته. حسب الوقت اللي انا عايزه. بوصل بوصل اللي هو كاتبو بيولي يخلي باخل الحاجة انت سجلتها. سجلتها في المكان الفولاني. طب الحاجة دي فين? اولة بعرف المكانة منين? اطلع من فول سكين بس دي. بوصل لهو دخلت عالتولز. دخلت عالا سلس الكون فيجريشن. هتلاقي حاجة اسمها فايلز. اهي. بيولي ادي الفيديوهات بتاعتك. في المكان الفولاني. ادي البيكتر في المكان الفولاني. لو انت بتبسايا في البيكتر في المكان الفولاني. هل ايه حاجة اسمها فيديو? ادي الفيديوهات اللي انا سجلته النهاردة. تمام? و ادي الصورة اللي انا سجفتها من شوية. اعمل تلك ابشة من شوية. تمام? طب انا اقدر اغير بوصلة? اه طبعا من هنا تجد اتغير المكان اللي انت عايزه ما فيش اي مشكلة خاصة. طيب كده انا اتعلمت ازاي اخد لقطة صورة? ازاي اسجل فيديو معي. طب انا عادي اعمل دول لفيديو كامل بقى من الموجودين. على اني حاجة اسمها دول لود. بيسألني انت عايز تسجل دول لساعة كام لساعة بوكس عليه. بيقول لي الصيف اخدي باركم الساعة ده يا جماعة خلي باننا من حتة دي جيجا وشوية. تمام? وابدأ اعمل له دول لود عندي وياخد الوقت بتاعه هياخد الوقت ده بالكامل كامل من الدي في اوار. حسما الى مسلا ده تلاتة عشرة من الساعة خمسة وخمستاشر غاية الساعة ستة اتنين وعشرية. امدخلين يا جماعة اني حوالي ساعة لسبعة دقيق. تمام? اهو ادي جيجا وشوية. طيب. عندي بقى هنا في البرنامج. بيلاعد توقف البلاي ايوة هنعادة اوقفه. هنلاقي عندي هنا حاجة اسمها بتاعي. شايفين يا جماعة? دي اللي احنا اخدنا منها الشاشة بتاعتنا الكلام ده كل. والدنيا بتاعتنا. اوشا بتاعتنا ايه والكلام ده. طب. انا عندي حاجة تانية عادة ابوش. ابوش على السلوش بتاعي. السلوش بتاعي الدنيا بتاعتي ايه? دي مني اشغالة ازاي? تمام? الاكاونت بتاعي. اليوزر يشغلين ايه? لو انا بسيت عندي. هل ايه عندي حاجة اسمها الاكاونت? اليوزر يشغلين على البرنامج. خلي باكم حتة اليوزر البرنامج ده هو بدي فيار. وقدر كاريت اليوزر بالصراحيات معينة يقدر فيديو ماداش يلعب في الكلام ده بس يشوف بس لو عندي الموظف. انا شغال ايه? سيبه البرنامج ده يشتغل عليه. وايه مجرد ان هو يشوف اللي عليه بس. تمام? طيب. والقرار من الايميل والكلام لكل مش محتاجة انت كمبتالق دلوقتي مش فرقة معاك حاجة خالص. تمام? والسلس احنا نتكلمنا عليها. تمام? الايميل اللي كلامنا كله. الفيديو مش محتاجين اي حاجة من هنا. اللي ازا ولا ما اظهرش عليها. تمام? قلنا تمام? انما لديك بتاعي. او اشيل. طيب ايه تاني ممكن نقروه هنا? ايه تاني ممكن نقروه هنا في الجزء بتاعنا? بتاعي. دينية بتاعته امتى? بس قرام تاني احنا كده غطينا الجزء الكبير بتاعنا بتاع ايه ايه بتاعيك بتاعنا اللي انت محتاجه عشان تبدأ تتعامل معايا.